السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ذيك اليوم غنشوف فيها عدة أخبار وغنفتحها بواحد النداء نداء من عائلة في المغرب كتبحت على واحد شخص مخصفي هنا في إيطاليا لي عندو شي خبري إخوان ما يعقش نهائيا ويتصل بالعائلة أو يكتب في الإيميل اللي كنبيل لكم دائما غنتكلموا في هذه الحلقة على قانون المساعدات الثالث ثلاثة البونوسات اللي تم تحسين ديالها والتعديل ديالها وكذلك تمديد ديالها البونوس ديال ترونسبور البونوس ديال تينيفيزيون والبونوس ديال الطبيب النفساني غنتكلموا على الفيضانات ديال ليماركي من بعد ما أنه الإيطاليين فاقوا على الخبر ديال هذا الفيضان غنشوفوا الزيارة اللي دار دراجي غنتكلموا على المواطن المغربي ليمات وعلى أشياء أخرى تخص هذا الفيضان والمسؤولية اللي كانت والأخطاء الكبيرة اللي تم الارتكاب ديالها ستكلمون كذلك في الفقرة اللي كتخص الجالية المغربية على حديثة سير خطيرة حالياً ثلاثة المواطنين المغاربة في المستشفى واحد منهم الحالة ديالو جد خطيرة ومحتاج الدعاء ديالكم كيف ما غاد يمشون تكلمون على مواطن مغربي نزل في المطار ديال بيزة البارح في الليل ودوه إلى السجن بسبب حكم قدائي ستكلمون على فرنسا اللي تحذر إيطاليا وربما في السنوات القادمة السنة القادمة اللي من بعدها يقدروا يقطعوا الضوء على إيطاليا وهذا الشيء ربما يقدر يشكلوا واحد الأزمة ديبلوماسية لأنه فرنسا كتضمن لألمانيا أنها قد تزودها بالكهرباء وكتقول إيطاليا ربما قدروا يقطعوه لكم وطبع يتحلي إخوان تفرجوا فات الفقرة باش فهموا أشنوا واقع ستكلمون على السياسة وكيني إخوان ما غنقولوش نيقاش ولكن مضاربة سياسية ما بين رانسي وكونتي رانسي كي هاجم على كونتي وتيقول ليه أنتها ماشي راجل وطبع يتحلي إخوان هاتشي غيجيكم غريب ولكن راه هاتشي ليتقال لأنه كونتي كان هو الأول في مدينة بالطلايرمو وكان هجم على رانسي ستكلمون على هاتشي كامل ونشوفوا أشنه قال سيفي برلوسكوني واشنه قال رانسي وكيف مالعادة نشكركم جزيلا شكرا لدعم ديكم للقناة شكرا بزاف لهذوك الناس اللي سيخليوا لايك وما كي بخلوش بها على القناة والناس اللي ممشاركاش اشتركوا باشقوا تسوصلوا بجديد إن شاء الله قبل ما نشوفوا الأخبار اللي اتطرقنا لها في العناوين كن مغين نوجه واحد نيداء ويربي يا إخوان عليكم يجيشي خبر لأنه هات السيد العائلة ديالو كتبحت عليه في المغرب هو يسميته راشيد الراشدي من مواليد مدينة الدار البيضاء الف وتسعمية أوربعة وسبعين وكان كيسكن في مدينة أليساندريا هذه السنوات العائلة ديالو ما عنده عليه تشي خبار والأم ديالو عير هات السنوات الماضية كان طلبت فيزا إلى فرنسا وجاءت دخلت للطالية تقلب عليه ولكن مسكينة ما لقاتي إخوان علي هتشي خبار وتوفت الله يرحمها ودات حرقته في قلبها وذا باي إخوان هذه اللي سالك توجهها العائلة توصلت بهذا الميساج اليوم ولعله وعنس شي واحد يكون يعرفه فيكم اسميته راشيد الراشدي وهذا هو الرقم له هاتف ديال الأخت ديالو لي عنده شي خبار على هات السيد ولا شي شخص كان ساكن معاه ولا عارف عليه شي حاجة حي ولميت يبلغ عليه فهذا النمرة أو يبلغ عليه في الإيميل اللي كنكتب لكم دائما أخبار إيتا كيوتشولا جيميل بونتو كوم وإن شاء الله عليكم يجي الخير أصلا الفقرة اللي كنا سجلنا شهرين هذي على واحد الأخ اللي غبر علي العائلة ديالو هنا في إيطاليا ومبقوا القوى عليه حتشي خبر كانت أخبار مش المدينة طورينو رعيل من بعد نشر الفيديو بيومين تاصل بالعائلة ديالو الحمد لله عن طريق شي أصدقاء اللي الدخلوا وعلموا العائلة ديالو في الماكان اللي متواجد فيه لذلك نتمنى أنه حتشي واحد ما يبخلي لي عنده شي خبر عليها تسيط فهذا الفقرة يا إخوان سنتكلموا على الفيضانات اللي كانت الليلة دياليومين هذي في المنطقة ديالليماركي والتي تكلمنا عليها البارح وشوفني يا إخوان القوة ديالهذاك الفيضان اللي على حساب آخر الأرقام يعني كنتكلموا على عشرة الضحايا وكذلك سلم 40 جريح وفيما يخص الناس اللي هما مفقودين ما زال ثلاثة ما بين هذ المفقودين كذلك الطفل اللي قلنا كان مع الأم ديالو واللي خرجت من السيارة هي والإم ديالها مع النقاة غيدربهم تيار ديال الفيضان وغادي يلوحهم الأم غادي تستطع الوقاية المدنية أنها تلقضاء في حين أنه الطفل لحضوط الساعة ما زال كي بحتو عليه كي بحتو عليه الناس ديال الوقاية المدنية في جنب لويديان كذلك في القناطر كذلك عن طريق استعمال الدرونات اللي كيصوروا من الفوق ومن بعد كي يأخذوا ذلك الصور ويحاولوا أنه في الكمبيوترات يراقبوها مزيان ويتأكدوا لكان شي شخص من هذوك الناس اللي هما تقلبوا عليهم والصورة اللي كتشوفوا معي إخوانا رأي خيل دليل على أشنوقها واللي وقع هو أنه هاد الوديان الواد ديال الميزة مثلا اللي هو يواد طويل رأيني مني انطالق هاد الفيضان وهو جميع الأشجار وجميع العواد اللي كينا وأشياء أخرى من غيري إخوانا الأشجار جرها معاه لوقيت اللي كيوقاشي قانترا الماثار ديالو كيتسد وكيفيد على المناطق المجاويرة وهذا الشي اللي وقع كذلك في السينيغاليا وفي أغلبية المدن ولذلك حاليا وكيف ما قال دراقي البارح لأنه دراقي قام بزيارة الأماكن اللي هي متضررة مشا زارهم ويعني كان بالجنب ديالهم وعاد كذلك بلا أنه خمسة المليون ديال الأورو غديتتعطى للمناطق اللي جهة الفيضان وجميع المنازل اللي الفيضان هدمها غتتكلف الدولة بالبناء ديالها وقالب لأنه هاد المساعدة ما هي عين مساعدة أولية وغنعتكم فلوس أخرين من غير هاد الشركين كذلك بعض الأغنياء مثلا هنا في إيطاليا من بينهم العائلة ديالا فاللي اللي عنده إخوان واحد الشركة ديال صبرت مشهورة بزاف وصبرت ديالهم معروفين على المستوى ديال العالم وغاليين بزاف وعندهم كذلك السيكان تبرعوا بمليون ديال الأورو وكيطلب هاد السيد لهوايا دياغو ديالا فالي رئي الشركة باش أنه شركة أخرى إيطالية ديال العائلة الإيطالية أنها تساهم وتعاون كذلك المنطقة للدرات ناهيك على هذي إخوان من بين الناس اللي توفاو كذلك في مقناء مواطن مغربي اسميه محمد الناجي واللي عنده 42 سنة واللي توفي إخوان في المدينة ديال أوسطا ماشي مدينة ولكن بلدية صغيرة السكان ديالها ألف ومية وحتى هويا وقع له موقع الأغلبي ديال هاد الناس اللي توفاو يعني كان في السيارة دياله السيارة اللي تحولت إلى صندوق ديال الموت لأنه الناس ركبة في السيارة ديالا حتى كتفاجئ بهالتيار اللي قوي كيوصل عندها ما كيعرفوش كيفاش غير يتعاملو وحتى إلى خرجهم من السيارة يعني ما كيش حل آخر من غير أنه التيار غادي جرهم الله يدرش شو ديال الخيري إخوان والله يرحمد المواطن المغربي لحسب ما قال لي بعض الأصدقاء اللي كتبوا لي في الإنستغرام بلا الأصل ديالو من مدينة سيري حجاج وتعازينا الحارة للعائلة ديالو دراقي كيف ما قلنا وعد بلا أنه ستكون تحقيقات من أجل تأكد من المسئولية ديال الشكولي كانت المسئولية ديالو فاضل فيضان يعني كل ما درش خدمة اللي خاصة يديرها يعني ما ننظفش لويديان اللي مثلا ما يعلمش البلديات ولذلك المراقبة والأرصد الجوية ديرنهم لهذا الأشياء الوقاية المدينية ديرنها لهذا الأشياء ولكن رح تلويقاية المدينية وخبراء أخرين يقول لك كان من المستحيل أنه شي واحد يتنبأ بهذا الأشياء يعني وخاكي الأرصد الجوية والأقمر الإصطناعي وعدة مسائل نعم كالقدروا نعرفوا الشيء مساك تقدر تصبوا المسائل من هذا النوع وكالقدروا أنهم يكونوا دقيقين بواحد درجة كبيرة ولكن مهما كان الحال أشياء اللي هي نادرة الوقوع بحال هات الشيء يصعب تكاهن بها في حيني إخوان أخبار أخرى اللي كتخص الجالية المغربية غنتكلموا على ثلاثة المواطنين المغاربة للأعمار ديالهم ما بين 37 و41 سنة كانوا راكبين على واحدة سيارة من نوع طيوتا واللي داروا حادثة تصير في البروفينشة ديال مانطوفا وبالتحديد في البلدية ديال سانت جاكومو لما قالت يقول لك حادثة جديد دائما في هاد الملتقى ديال الطرق دائما هاد الكروازمة كدروا فيها حوادث وانا مني قرأت هاد الجملة تسائلت علش ميديروش وحادر رومبا مثلا ولذلك مني قرأت المقال وانا كنقرأ فيه في الاخر لقيت بلا انه كذلك رئيس البلدية كيتسائل نفس الشيء قالوا انا هادت من السنين وانا كنطلب من العمالة انها تبنيني لرومبا هناك لانه هاد المنطقة هي ملتقى الطرق وفيها يعني خاصك تعطيه لا اسباقية الطرق الكبيرة ولكن الاغلب ديال الناس ما كتوقفش وما كتعطيش الاسباقية وكيوقعوا حوادث لي هي خيبة بزاف كيف ما الحادثة ديال اليوم السيارة اللي كتشوفوا معي هنا هي النوع طيوطة كانوا راكبين عليها ثلاثة المواطنين المغاربة من بينهم واحد ليس من النقل دياله الى المستشفى في حالة خطيرة واثنين اللي عندهم جروح بليغة كنتمنى انكم تدعوني بالشفاء كلهم هاد المواطنين ثلاثة مواطنين مغاربة من المنطقة ديال راديو ميليا وللأسف السيارة اللي دروم على الحادثة تصير هي سيارة صنع أمريكي السيارة اللي كبيرة بزاف من هاد النوع يا إخوان رام ولذلك الناس اللي كانوا راكبين فيها جوجيال الإيطاليين ما كان عندهم حتى شيء هذا الله يدير الشوذية الخيري إخوان والواحد أثناء السياقة يحاول يكون محتاط الأقصى دراجة يعني الحوادث اللي كنتكلموا عليها مؤخرا راها كثيرة في حيل أنه الشرطة الإيطالية حالين بتابعنا صخرين اللي كانوا كيمثلوا أنهم ديروكسيدة يعني غندوزوا من العالم ديال الواقع إلى عالم افتراضي الناس اللي من أجل سورانس ومن أجل تعويضات ديالها كانوا يدروا بريوسهم كيف يدروا اكسيدات وفي بعض الحالات راها تشطرق لاني سابقاني إخوان راهم يكونوا بحل المافيات يعني كيكون واحد القروب ديال الناس اللي كيديرها التمثيريات ديال الاكسيدات وتكلمنا شي سانة تقريبا عاقلي إخوان على تونسي اللي في بعض الاكسيدات توفى فعليا يعني هم كيهرسونهم العظام كيدربهم في شما ناطق اللي كيكون تعويض فيهم طالع بزاف وكين مثلا العظام ديال الفخط إلى وقعات الواقعة اللي يسسر فعلا كيتم تعويض ديال السيد بواحد تعويض اللي كيكون طالع وكين شي ناس اللي كتوصلي إخوان أنها تهرس العظام ديالها من أجل تعويض ومن أجل الفلوس بطبيعة الحال كنت تكلموا على أنه في هذه الحالة من بين الناس كذلك مواطن مغربي ومن بين الناس ناس إيطاليين كذلك وناس اللي كانوا دخلوا في واحد الحادثة طفل اللي عنده 14 سنة وهرسوا لي كذلك الأسنان دياله وجرحوا في بعض الأعضاء ديال الجسد دياله عير من أجل تعويضات شوفوا بنادم فين وصلت بيها إخوان ناهيك على أنه هاد الشيء إخوان دياله سورانساس والكسيد ديال بالعاني را كيتكلموا عنهم عدة برامج شريفزيوني وكيدروا تحقيقات ديالهم را كين كذلك كاروت سياري اللي كتبشي عنده وكي بدل لك السيارة ديالك يجيب لك نفس البياس ديال السيارة ديالك عير هو يمهرس كي يحيد لك البياس ديالك اللي مزيان وتهيد لك البياس مهرس كيتبشي عند البياس ودياله سورانس كي يشوف السيارة مضروبة وكي خرج لك التعويضات وكترجع عنده كتربح كتربح التعويض بطبيعة حالي إخوان عدة أشياء اللي كيدروا هنا في إيطاليا وعلى هذه الأشياء أراه يعني من غير أنها خارج القانون أراه كذلك حرامي إخوان وتعتبر نصب في حين أنه آخر خبر يتعلق بالجالية المغربية أغنتكلموا على الخط الجوي اللي كربط مدينة بيزا بمدينة مراكش البارح الجمعة في الليل وصلت سوح الطيارة من مدينة مراكش إلى مدينة بيزا وعلى المتن ديالها أثناء المراقبة الشرطة الإيطالية لقات مواطن مغربي عنده الصور بعين سنة اللي كان في الحق دياله حكم صادر من المحكمة الإسسئنافية ديال مدينة فرنس لأنه كان كتاجر في المخدرات ولذلك من المطار غير حط رجلو هنا في إيطاليا دوهم مباشرة إلى السجن السجن ديال مدينة بيزا المشكل ديال الطاقة هو واحد المشكل ما كانش عرف في إيطاليا بل هو مشكل على المستوى الأوروبي الأغلبية ديال الدول الأوروبية ماشي كاملة عند المشكل فيما يخص الطاقة يعني الكهارات وكذلك الغازي إخوان ولذلك غدي نتكلموا على أنه مثلا دول كفرنسا أخذت بعض القرارات الرمزية فرنسا طفات هاد بورج إيفل اللي كيكون في العاصمة الفرنسية واللي كيششعل للكامل غيروا يوطفوه بكري كيف ما غيروا يوطفوه كذلك هذك الهارم اللي كين أمام المتحف ديال اللوفر ما غيروا يبقى الشعل للكامل هاد الشعلاش باش يوفروا وكذلك باش يرسلوا رسائل واضحة للشعب الفرنسي احنا را طفينا اللوفر وحنا را طفينا بورج إيفل يعني عير باش نسافت لكم الرسالة باش توفروا وما تبقىوش تكون سوميو طاقة الكهربائية بزاف لأنه يكونوا واقعيين بورج إيفل وخيط فيه يعني 24 ساعة ل24 ساعة ما غيروا يوفرشوا حتى الطاقة كبيرة ولكن راه رسالة رمزية للشعب الفرنسي فرنسا اللي بطبيعة حالي إخوان من بين المزودين ديال إيطاليا والكهرباء لأنه إيطاليا كتستهلك الكهرباء بزاف كتولد هنا في إيطاليا وحيط ما كتقدرش أنها هذك الكهرباء اللي محتاجاه تولد هنا في إيطاليا كتش تشري من عند دول أخرى مثلا فرنسا فرنسا للشركة الوطنية ديالها وهذي راه عير يعني في المدى القاريب كانت شركة خاصة ولكن السياسات ديال الدولة في فرنسا قررت أن هات الشركة خاصة تكون شركة عامة وذبا حاليا التولاهي اللي كتتحكم فيها هات الشركة بلغات إيطاليا بلا أنه منذ سالة 2023-2024 غادي تكون إمكاني أنهم يوقفوا الكهرباء على إيطاليا علاش لسببين رئيسيين السبب الأول هو أنه أولا لأنهم خاصوا مدروا السيانة لواحد المفاعلات نووية كيستعملوا من أجل توليد الطاقة الكهربائية ولهذا خاصوا مدروا لها السيانة ما غيبقوش يستفدوا منها غيقل إنتاج ديالهم ديال الكهرباء ولذلك ما غيقدروش أنهم يبقوا يصدروه ربما هو ما غيحتاجوا أنه يشريوا من دول أخرى والسبب الثاني هو أنه كان أزمة ديال الطاقة وحتى أزمة ديال البيئة وحتى أزمة ديال الشيطاء لأنه الشي ما طاحتش فرنسا كيف هكي في إسبانيا وكذلك إيطاليا ما طاحتش عندهم الشي بزاف ولهذا حتى الطاقة الكهربائية لكي ولدوها من السدود قليلة مقارنتهم السنوات اللي قبل يعني خسك لما تعمر السد بالشغول الطاقة الكهربائية ولما طاحتش ربما غادي شغول الطاقة الكهربائية كيف ما كنتي تدير سابقا بطبيعة حل هاد الأسباب كاملة إيطاليا غادي تريس كأنه ما يبقاش يوصل للضوء من فرنسا حاليا شحكت السالك إيطاليا إيطاليا كتسالك 317 تيروات في الساعة ديال الكهرباء سنويا هاد القيمة الكبيرة سو 80.5% كيتم لإنتاج ديالها وطنيا يعني إيطاليا عن طريق طرق مختلفة كتنتج هاد الكهرباء هنايا وكتبقالها 13.5% اللي كتبشي كتستوردها من دول أخرى بحال فرنسا بحال سويسرا زلوفانيا اليونان والنمسا بطبيعة الحال كيفاش كتنتج إيطاليا هاد الكهرباء بوحد النسبة ديال 940.9% يعني 50% عن طريق الغاز كيشريوا الغاز كيحرقوه كيولدوا الطاقة الكهربائية كين كذلك الطاقة الكهربائية اللي كتنتج عن طريق الصدود يعني عن طريق المياه اللي هي كتنتل 15.7% ديال الطاقة اللي كتولد إيطاليا يعني واحد الكيمية كبيرة بززاف وكذلك كين الطاقة النظيفة اللي هي يا عن طريق لوحة الشمسية وعن طريق الريح يعني هذوك الفرفالات الكبار اللي كيقدروا أنهم منتجوا اليومة 16.1% من الاحتياجات ديال إيطاليا والإنتاج ديالها الباقية كيبشي ويشريوا يا إخوان من عند فرنسا وكذلك سويسرا سويسرا هي اللي أكثر بلد كتتزود إيطاليا بالكهرباء وفرنسا هي الثانية وفرنسا تقريبا كتعطي الإيطاليا حوالي ربعة حتى الخمسة في المئة من الاحتياج ديالها في حين أنه مسؤولين في الحكومة الإيطالية تقول بلا أنه هذو الأخبار اللي كتروج حاليا في الصحف احنا عارفنا هذي منذ أشهر وعدنا بزاف ديال السيناريوهات اللي احنا واخدنا بعين الاعتبار والقرارات ديالنا غتكون على حسب السيناريوهات اللي غتجي أمامنا هذي عير إمكانية ماشي زي ماكين مئة في المئة فرنسا غتقطع الضوء على الطاليان ولكن عير إمكانية وحتى إلا كانت رغضين ناخدوا القرارات اللي خاصنا ناخدوها في حين أنه من جهة الحكومة الفرنسية ماكين حتش تعليق على هذ القضية وخرا كنقولوا بلا أنه الشركة الوطنية هي اللي علمات الشركات الإيطالية هنا لأنه غدي تكون هذي الإمكانية ديالي ربما يقبع عليهم الضوء في حلول سنة 2023-2024 فهذا الفقرة غدي نطرقوا بعض البونوسات اللي غدي نتكلموا عليها واللي زادوا فيها الفلوس واللي تم تمديد ديالها بونوسات اللي كين في القانون دي الإعانات الثاني اللي يعني في هذي الأيام الماضية صوت عليه مجلس المستشارين لآخر مرة أوبشة الجريدة الرسمية حاجة اللي مهمة هو أنه هذا القانون دي الإعانات الثاني ماشي القانون دي الإعانات الثالث اللي تكلمين عليه البارح ربما غدي تلفو شوية ولكن إجمانا مني القانون كي صادق عليه مجلس الوزراء كيدخل حيزة نفيد سريعة لأنه واحد المرسوم قانون ولكن خاصو لا بدأ حيز دولة ديمقراطية لا بدأ ما خاصو يدوز من البرلمان من الغرفة الأولى والغرفة الثانية هاتش اللي دار القانون دي الإعانات الثاني أما هذك اللي دار البارح دراجي هذك يا الله تم تطبيق دياله غيدخل حيزة نفيد وخاصو لا بدأ واحد المرور من الغرفة الأولى والغرفة الثانية دي البرلمان وفي هذا المرور الذي يدرون هذه المراسيم يكون لديهم تعديلات وتحسينات من بينها القانون الإعانة الثالث لا يوجد البرلمان القانون الإعانة الثانية دازل البرلمان وخرج منه ولذلك هذه البونوسات ستتم تعديلها إلى أحسن من بين تعديلات التي كانت هي على البونوس الترونسبورت الذي يوجد 60 أورو الذي يتعطى الجميع الناس الذين يريد أن يسافدوا منه يكفي أنه لا يكون شفيتا 35 ألف أورو في الرادي في سنة 2021 بطبيعة الحال هذا البونوس كانوا خاصوا لي وحد الصندوق الذي قلنا بأنه قليل وقلت لكم بأنه من الصعب أنه يبقى شهر 12 ولكن زادوا في هذا الصندوق الذي كان لديه 79 مليون ديال الأورو ودابا ولا 180 مليون ديال الأورو والتي هي قيمة ممتازة والهدف منها كيفما قال وزير الشغل هو أنه نعطيه إمكانية لجميع المواطنين أنه هذا البونوس يبقوا يستفدوا منه من دابا إلى نهاية السنة إلى نهاية شهر 12 ستقول لي واش كان إمكانية أن نستفدوا من هذا البونوس كل شهر ولا أكثر من مرة بطبيعة الحالي إخوان ما خليت فين قلبت ولكن جميع المواقع كتقول لكم بالله أنه مثلا هنا السؤال كوانتي فولتي سيفو كيادري كيف حالو مرة نقدر نطلبه بالنسبة لسنة 2022 سولة مين تيونة عير مرة واحدة فقط اللي تقدروا تطلبوا هذا البونوس يعني ما كانش إمكانية أنك تطلبوا مرات متعددة هاتشيع لحسب اللي كين حدود الساعة في حين أنه كان بونوس ثاني البونوسي إخوان ديال تلفازة اللي كانت فيه 30 أورو وذاب حاليا رجع ديال 50 أورو ولكن راه سابقا كان 50 أورو أشنوقع لوقيت اللي يجي البونوسي إخوان ديال روتامات سيوني ديال تلفازات القدام يعني هذو تلفازات اللي قدام بزاف باش نتشي تلوحهم كانوا يعطو الناس بونوس ديال 100 أورو وباقي الحدود الساعة ولكن هذا البونوس ديال 100 أورو كان إمكاني أنك تزيد عليه بونوس آخر اللي هو كان ديال 50 أورو أشنو دارت الحكومة قلت ليم اوكاي سأعطيكم البونوس ديال 100 أورو ولكن هذو ديال 50 أورو سنرى 30 أورو وكان بالإمكان أنك تستفيد من 130 أورو إلا بغيت تشري تلفازة جديدة وكين ما زال هذا القانون ولكن شريطة أنه تدي واحد تلفازة اللي هي قديمة بزاف وأنا فش كلمت على هذا البونوس للناس اللي ما زال عاقلة أرس كلمت عليه شي ثلاثة مرات ولا أربعة في ضرف الشهر وقلت لكم بلا أنه أمام الأعيون ديالي في إيطاليا اللي غادل بدك تلفازه سنادق لقدام بزاف وممكن أنك تلقاه كذلك في الزنقات الزوزة ديال يعطوك فهمية أورو يعني للديتال الماديا وورد الايرونيكس الكوميت وهذه الشركات اللي كيبيعو الأجهزة الإلكترونية بطبيعة الحال هذا البونوس اللي كانو من 50 رجعو 30 ده بحالي نعود درجاء 8 دياله 50 أورو وممكن أنكم تستفيدوا شريطة أنه ليزي ديالكم مش يرددوا ليزي ديالكم ما يكون شفيت 20 ألف أورو وباش كتأخذ راك تعمر عر وحد الواتيقة هذا ديال 50 أورو عر وحد الواتيقة عند الشركة اللي غادتشري من عندها ما كتحتاج تديني من تلفازة قديمة لأولو تلفازة القديمة تتديها في البونوس ديال 100 أورو ولذلك انت تقدر تدي واحد تلفازة اللي قديمة بزاف تتديها لشركات إكس مثلا بلا من سمي والشركات وتعمر هاد الواتيقة على حساب البونوس ديال 50 أورو وتستفيد من 150 كينا حاجة أخرى اللي هي مهمة وهات الشركة داروه ناسي إخوان البونوس ديال طبيب النفساني تكلمنا عليه سابقا وقلنا بلا أنه الفلوس اللي تحطت لي قليلة وقليلة بزاف كان كلام على عشرة ديال المليون ديال الأورو شوية قالوا 15 مليون ديال الأورو حال ينزادوا 25 مليون ديال الأورو هاد البونوس راه ممتاز لجميع الناس اللي محتاجن طبيب النفساني وما كنت تكلمش على أنه لواحد إلا كان محتاج طبيب النفساني لا يمكن أن يكون عنده مرض نفساني عادي جدا وكيحتاج العلاج ممكن أنه يكون شخص بالغ أو أنه كذلك أطفال الاستفادة راه في حدود 600 أورو كأقصى حد يعني كيخلصوا لك كل حصة ب50 أورو والحصة اللي ممكن أنه الوحد يستفيد منه هي 12 على أقصى تقدير هات الشئ لك اللي زيالك تحت 15 ألف أورو غتستفيد من 600 كان ما بين 15 و 30 ألف غتستفيد من رعمية كان ما بين 30 ألف أورو و 50 ألف أورو هذا ليزي ماشي راديته غتستفيد من 200 أورو بطبيعة الحال هذا البونوس باش تستفيد منه يكفي أنكم تكتبوا البونوس بسيكولوجو في الموقع ديالليمبس كتدخل بسبيد وكتطلب هات البونوس رأى أصلا كنسة لساري عني إخوانه في دقائق قليلة وقت اللي يفتحوه نتمنى أنكم إذا كنتم محتاجينه تكونوا من المسريعين باش تستفيد منه في حل أنه مساعدة أخرى ماشي للمواطنين مباشرة ولكن اللي ستستفيد منهم هو المواطن هي 50 مليون ديال الأورو اللي ستتعطى المؤسسات والجمعيات الريادية يعني كنت تكلموا عن مسابح وكذلك قاعات ديال الرياضة وملاعب اللي كانوا مهددين بالإغلاق لأنه كين الغلاء ديال الأسعار يعني البسينات المسابح غتشين بـ 25 مليون ديال الأورو و 25 مليون ديال الأورو غتشين الملاعب ديال الكرة القدم اللي كانت مهددة بالإغلاق ولي هي 15 ألف ملعب ملعب يعني ديال الكرة القدم يقدر يكون حتى تلك الصغر ديال كالشيتو فهذه الفقرة هنتكلموا على النقاش السياسي أو الصراع السياسي لأنه صراحة رانسي و كونتي اللي هما يجوج ديال الرؤساء ديال الحكومات الإيطالية السابقة وصلوا تقريباً لمعيور واللي سيبدأ هو يا كونتي اللي تكلم على رانسي مني كان في الحملة الانتخابية في مدينة بليرمو وقال رانسي كيتكلم على أنه هو عيب نبقوا نتكلموا على الراديسو ديال الشيطة ديالانسا كيتكلم على العيب وهو كي يأخذ 500 أورو في اليوم بطبيعة الحال هاد الجملة اللي كونتي استعملها ضد رانسي استعملها كذلك ضد جورجا ميلوني تيقول لي متم دائماً كتأخذوا 500 أورو في اليوم وكتطالبوا مش أنه تحيدوا واحد الإعانة 500 أورو في الشهر للناس الفقراء قال لي مراه هو اللي خصوص يحشم عيب عليه انه هو مشاء عند العرب وكيتخلص منهم يعني على هذوك اللقاءات اللي كان كيدير يعني من عادة السواعدة يا إخوان بطبيعة الحال قال لي هوم رانسي تكون عنده الجرأة والشجاعة يجي تكلم مع المواطنين ويقدم الأفكار دياله يجي بلا حراسة وهذا هو الكلام اللي قلق رانسي بزيب قال لي في إيطاليا وصلنا الواحد سيستم ديال الحماية الاجتماعية يجي يقول بلا أنه ما بغنش هات السيستم وبل ما يتخزن وقال لي أصلاً اللي استطل هي مؤسسة رسمية ديال الإحصاءات قال لينا ورسمياً بلا أنه بفضل دخل المواطنة قدرنا نقضو مليون مواطن من الفقر غادي جاوب رانسي وغادي يقول ليم بلا أنه احنا في واحد الفترة اللي كان بإمكاننا نديره أي حاجة أخرى من غير أننا ننمشون نديره الانتخابات ولكن كونتي هو اللي بغن ننمشون صوته حالياً حيث كونتي بواحد نسبة كبيرة وهو اللي طيح الحكومة الإيطالية قال لي موالي ذلك حنا كنت نتواجده حالياً بسبب كونتي في هذه المرحلة ورانسيزي تكمل الهدرة دياله وقال عرفشو عشنه قال كونتي اليوم أمني كان في باليرمو قال بلا أنه خصني مشيت بيدون حراسة باش نتكلم على الرادي وديت شتا دينانسا قال لي كونتي كونتي عشنه كتدير واش كتهددني بالعنف الجسدي قال لي خصك تحشم لأنه انتهى ماشي راجل وتكون عندك الجرأة يكون عندك واحد الحوار حضاري ماشي واحد الحوار ديال المافيات رطابية الحال هذك ماشي راجل يعني سايم وما تزووم يعني ركن نصف رجل رطابية الحال لهذا ردينا نحنا ما نقوله ولا ذلك رب حالا قال لي رطابية الحالي يعني معيور معيور مبيناتهم اللي تكلم كذلك اليوم بيرلوس كوني وهذه النقطة غد نطرق له لأنه نقطة محورية قال غيكون خطأ كبير بزاف الى تم تغيير المشروع ديال الفلوس اللي يجعو من الاتحاد الاوروبي ولكن نسميه هذا المشروع اللي في مئتين مليار ديال الاورو اللي اعطاه الاتحاد الاوروبي جزء منه كسلف وجزء كفوندو بيردوس يعني الفلوس ما خصتش رجعو من ايطاليا هذا المشروع حاليا جورجا ميلوني من بين الاشياء اللي كتواعد بها هو انه الى طلعت الحكومة هذك العمل اللي دار دراقي ودراقي اصلا جاير باش يدبر هاد الفلوس ديال الاتحاد الاوروبي قلت لي انا الى طلعت سنعاود الراجعة ديال المواضيع ديال المشاريع لانه ممكن شبعد الاشياء اللي هي مواضحة واللي بالنسبة لي ما عاجبانيش هاتش الهادرات جورجا ميلوني سيلفي بيرلوسكوني اللي معاه في التحالف كيقول لي غيكون خطاء كبير الى درتي هذك التغييرات ولذلك حتى الى طلع اليامين سيلفي بيرلوسكوني سيتحكم فيهم بطريقة كبيرة وربما هو ما يبغيش تغيير والتغيير ما غادش يكون فيما يخص الفلوس اللي جايه من الاتحاد الاوروبي كنتكلموا على فلوس اللي كبيرة وكبيرة فيما يخص حاجة اخرى اللي مهمة سنتكلموا على نقاش ديال سالفيني مع دراقي عاهاكاك سالفيني حيث كينا حملة انتخابية قال ااجي علش ممشيش نهاجم على دراقي ربما بعض الناس يعجبهم الحال ويصوتوا لي الانتخابات مبقاش لها بزاف قتلى عرسي مانا ولذلك قال لي واش شفتي المؤتمر الصحفي اللي دار البارح دراقي قال لي من لا ما شفتوش يعني دايجا هاديرها رسالة اللي هي مهمة عل الاقاء قول لي من لا راه شفت الصحوف ولا يعني شفت اهم الاشياء اللي قال قال لي من لا ما شفتوش وكن ضن بالله انه من حقي انني منشوفوش لانه ما كنشي قانون في الدستور يلزم علي انني خاصني نشوف داك لمؤتمر الصحفي اللي رئيس الحكومة الايطالية قال لي مدراجي في عوض ما يتكلم على المونيكات وحيط البارح دراقي يستعمل واحد الكلمة ضد روسيا قال لي مدراجي دي مقراطية دي مقاوية وما غيجيوش مونيكات من الخارج غيزعوها ولذلك السالفيني استعمل هذيك الكلمة دي المونيكات قال لي مدراجي في عوض ما يتكلم على مونيكات خاصوا يمشي القفل وصخرين باش يعون الايطاليين لكي يخلصوا البوليطات ويعيق بالأزمة الوطنية اللي يعيشينها المواطنين حاليا رطابيط الحال أنا كنقول سالفيني الانتخابات بقتلاء عيسيمانا ها انتا قليل تطلع وهذه الساعة يحس بين المواطنين الايطاليين وعونهم هو بغي بشي تسلف الفلوس وبغا دراقي تسلفهم صحة وخد راقي القربعة 10 مليار اخرى ديال الفلوس اللي الدولة مخسرتهمش وفلوس اللي غيجوه مع الشركة ديال الطاقة ولذلك دار قانون من اجل المساعدة جديد ولكن سالفيني مقاناش خاصو يبشي تخاصم مع دراقي بشي صوتو لين ايطاليين وشي واحد يعجبو الحان